مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم العرض الرئيسي لهذا المساء ترأس وزير الاقتصاد والتقطيد والتنمية إلى جانب منسق برنامج الأمم المتحدة لدى البلاد توماتول أعمال المؤتمر التفاكري حول وضع استراتيجية جديدة للعمل الإنساني وتنفيذ برنامج التنمية شارك في المعتمر العديد من الهيئات والمنظمات الدولية أحمد حامد عبد المجي البحث عن رؤية واستراتيجية جديدة للعمل من أجل تحقيق وإنجاز أهداف التنمية المستدامة هو الهدف من هذا المؤتمر الذي ترأسه كل من وزير الاقتصاد والتقطيد والتنمية ومنصق برنامج الأمم المتحدة بالشاد وبمشاركة كبيرة من قبل كافة الهيئات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالإضافة إلى الهيئات الممولة لبرامج التنمية وعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد حيث بدأ المؤتمر بكلمة ألقاها منصق برنامج الأمم المتحدة بشاد ستيفان تول قال إن الهدف من هذا المؤتمر وضع استراتيجية جديدة للعمل تتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد كما نوه على أن البلاد تواجه تحديا إنسانيا صعبا في ظل الوضع الأمني الهش في الإقليم وضعف البنية التحتية الاجتماعية وعليه يجب العمل بشكل مختلف من أجل تحقيق التنمية المستدامة وحل النزاعات وتنمية الموارد البشرية ودعم الحكومة الشادية من أجل تنفيذ خطة التنمية المبرمجة وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية أنجيتو يانباي أكد على وجود أكثر من 700 ألف لاجئ قدموا من نيجيريا والسودان وإفريقيا الوسطى بحثا عن ملازم آمن لهم وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في بعض المناطق وعلى هذا الأساس قررنا ضرورة التباحث والتفاكر والتنصيق مع برنامج الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل شامل للإشكاليات الاجتماعية وتقليص نسبة الفقر لدى المواطنين هذا وقدمه خلال المؤتمر شرحا مفصلا للبيانات والمعطيات ونسبة تنمية وفقا لمنظمة الأمم المتحدة